فوز منتخب مصر في تونس. وكمان فوز النادي الاهلي على نادي النجم الساحلي الشخير. فبارح كان يوم جميل جدا جدا جدا. ودي صورة مهمة جدا. خلينا نبص عليها. استقبال مشرف جدا. دكتور اشرف صبحي. وزير الشباب الرياضة والمهندس الشام حطر. رئيس اللجنة الولمبية والمهندس الشام ناصر. جاي مع البعثة كان متواجد هناك مع البعثة. وكمان رئيس البعثة كابتر مومن صفا. هو كان رئيس بقسة وكابتر عمري فتحي عضو مجلس ادارة. صورة معبرة مشرفة. فرحة لعيبة مصر. فرحتنا معاهم. هيعايشونا حلم كبير. صدقوني السنة دي. لازم تسمى كرة اليد المصرية. علشان كل الناس يدعم. قادي اهو. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة. الدكتور اشرف صبحي بيدي. كابتن احمد لاحمر. مصحف. اهداء. حاجة رائعة. حاجة مش تحت تحت الارض. اهو تحت الارض. تحت ارض في الارض مطار عفوا تحت الطيارة. مستنيهم فرحان. الكلام ده حصل مع لعيبتنا وهي رجع برضو من كاس العالم. نفس الكلام. استناهم كان موجود معاهم واستنى دكتور اشرف صبحي. كان المهندس. وادي المهندس يشاب حطب. دكتور اشرف صبحي اكيد كان راح سيمي فاينال ادى هم دفعة قوية جدا. دور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة راح حضر مباراة السيمي فاينال اللي كانت مع الجزائر. وقعد مع لعيبة واجتمع. وديهم كلام كان مهم جدا جدا جدا. عشان يقول لهم شد حلكو. مصر كلها مستنياكم. وفعلا مصر كلها كانت مستنياهم. لان البسكت والطايرة خرجوا من الاولمبياد. لكن بجد حاجة مشرفة جدا. بالروم الف لوم مبروك. تعظيم سلام لمنتخب مصر. تعظيم سلام الاتحاد للمصر لكرة اليد. تعظيم سلام لكرة اليد المصرية. فرحة ما بعدها فرحة. ولسه هنحلم معاكم.